في لهاي أعلنت محكمة العد الدولية أنها ستصدر اليوم حكما حول طلب جنوب أفريقيا بوقف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وكارت المحكمة قد بدأت جلسة استمرت يومين للنظر في طلب قدمته جنوب أفريقيا لاتخاذ إجراءات إضافية بشأن العدوان الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة وتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر الاحتلال بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية في غزة بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها في السابع من مال يوجاري رغم معارضة المجتمع الدولي